في وقت الأزمات ووقت الحروب برضو لم يتوقفوا عن الذهاب للمصيف يمكن المصيف في وقتها كان هو الحاجة اللي بتريحهم نفسيا يعني بص هنا الأخبار يوميات الأخبار الصيف والمصيف والمصيف والعدوان تكلمني عن الخبر ده الخبر ده دي من الحاجات اللي كانت استوقفتني جدا فكرة المصريين بعد 67 هل يجوز ان احنا نصيف ولا لا ده كان سؤال للمصريين في الوقت ده هل ينفع احنا طبعا الناكسة حصلت 5 يونيو وبالتالي فحصلت في الصيف الناس كانت بيبتدي هتسافر تصيف وبقى السؤال في الشرع المصري هل يجوز ان احنا نصيف ولا لا والسؤال ده اتطرح بالمناسبة دينيا واجتماعيا وكل الأشكال اه يحبوا يتطمنوا اه يعني يعني لأنه ناكسة في يونيا ولسه الصيف طويل كويس وهل ينفع نسافر ولا لا 6 و 7 محدش سافر خالص المصريين ما سافرواش خالص في 6 و 7 اه في 67 سافروا شهر تمانية شهر في سهر تمانية ابتدى فكرة المصري ابتدت تكتب مقالات على انه لا مصري محتاجة تصيف في السنة دي ان احنا محتاجين نغسل اللي هو الغسيل الاحزان لالفكرة احنا بنقولها دلوقتي كانت جزء مرتبط عجبني ايه عجبني الثقافة الجمعية اللي هو احنا ما نصيفش احنا كشعب عندنا ظروف الشعب ما يصيفش احنا ممكن نصيف فالشعب يصيف يعني كله على قلب رجل واحد ترجمة نانسي قنقر